14 صاروخاً أطلقت بليل على مطار أربيل ومحيطه كانت كفيلة بخلط الأوراق الأمنية والسياسية في العراق وفتح باب الجدل مجدداً بشأن مدى سيطرة حكومة مصطفى الكاظم على الميليشيات والمجموعات المسلحة الموالية لإيران في العراق وكذلك فتح باب التكهنات بشأن مآلات ما جرى وتأثيره على ملف التوتر الأمريكي الإيراني واحتمالات التصعيد بين الجانبين وتداعياته على العراق بوصفه ساحة للصراع بينهما وفي ظل إدانة عربية ودولية واسعة للهجوم الذي خلف قتيلاً أمريكياً وتسعة جرحاً بينهم أمريكيون أكد البيت الأبيض أن واشنطن تعمل مع الشركاء في العراق على تحديد المسؤولين عن الهجوم الصاروخي وأنها تحتفظ بحق الرد على تضرر القوات الأمريكية من جراء الهجوم بالطريقة والتوقيت الذين تراهما مناسبين لذلك وذهب محللون إلى القول أن ضربة عسكرية أمريكية جديدة ضد الميليشيات في العراق ربما باتت قريبة لسيما بعد بيان الميليشياء التي سمت نفسها سرايا أولياء الدم والتي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم وربما لن تفلح محاولات إيران أو هيئة ميليشيات الحشد في إبعاد أصابع الاتهام عنهما في ظل تهديدات سابقة أطلقها زعماء الميليشيات المحسوبون على نظام طهران بتنفيذ هجمات في كردستان العراق يا مسعود برزاني يا أيها الانفصاليون لا تتوقعوا لا تتوهموا أنكم بمأمن إذا استمريتم في الاعتداءات والتجاوزات على الجيش العراقي وعلى المدن العراقية أنكم في مأمن في أربيل سنصل إليكم في أربيل وسنحاسبكم في أربيل من هنا يرى محللون أن هجوم أربيل ربما يكون منطلقا لمواجهة أكثر حدة بين الميليشيات وحكومة الكاظم إن هي قررت الوفاء بوعودها بشأن ضبط الأمن في البلاد لا لا بس مستمر